دشنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارة الإسكان ومركز إدارة النفايات استدامة مشروع دور تستمر الحياة بمنطقة شرق الحد الإسكانية لفرز المخلفات البلاستيكية والورقية والمعدنية يتي ذلك ضمن برنامج الحملات التوعوية التي تنفذها شؤون البلديات للارتقاء بثقافة وسلوكيات ممارسة فرز المخلفات المنزلية من المصدر في مختلف مناطق البحرين وأكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وكيل شؤون البلديات أن مشروع دور تستمر الحياة في منطقة شرق الحد الإسكانية جاء استكمالا لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بهدف إحداث تغيير تدريجي في وعي وسلوك أفراد المجتمع في التعامل مع المخلفات المنزلية بشكل أساسي ويساعد الوزارة في تحديد توجيهاتها المستقبلية بل توجهاتها المستقبلية على هذا الصعيد من خلال التحفيز المجتمعي المستمر على التعامل مع المخلفات بأسلوب حضاري عصري يتبنى مبادئ وأبعاد استدامة البيئة والمحافظة عليها نحب والله نشكر طبعاً البلديات حقوية البيئة بخصوص موضوع التدوير إلى النفايات هذه وتحويلها إلى أسمدة هذه طبعاً بتكون ثقافة جديدة للمواطنين كلها يتعلمون اليوم تتشين المرحلة الثالثة من برنامج التوعية للفرز من المصدر حيث باشرت الوزارة بشؤون البلديات بثلاث مراحل سابقة الأولى كانت في جزيرة النبي صالح ممثلة في محافظة العاصمة وتلاها تجربة ثانية في المحافظة الجنوبية في مدينة زايد واليوم بحمدة أتممنا تتشين المرحلة الثالثة في المحافظة المحرق في مدينة شرق الحيد الجميل والجديد في هذه الحاملة هذه المرة نحن استفادين من التجارب السابقة والحملات السابقة بعكسها في خلال هذه الحاملة شنو النقاط الإبدعية في هذه الحاملة؟ عندنا الكثير من النقاط الإبدعية أهمها اشتراكة مع مؤسسات المجتمع المدني كنا في السابق نتشارك مع الغطاعة الخاص من خلال شركات النظافة ولكننا وجدنا أن اشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني حتمية لا بد منها على أساس قرب التواصل مع المجتمع مع سكون هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر